محليا في حياة كريمة أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بأن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم وأنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوك وباستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه على مداري ثلاث سنوات لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة فيه وتحسين جودة حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن جاء ذلك خلال استقباله ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مصر لساندرو فركاسيتي والذي أكد من جانبه أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في المحافظات واهتمام البرنامج بتقديم كل سبل الدعم الممكنة فيما يخص برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق الأهداف التي وطعتها القيادة السياسية في تنفيذ هذه المبادرة القومية